المئات من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ من أبناء منطقة النخلية بمديرية الدوريهمي تجمعوا في هذا المكان للمطالبة بإلغاء اتفاق السوكولم الذي مضى عليه عام لم يحصد منه هؤلاء إلا القتل والدمار والحصار والتشريد مطالبين بالمضي في تحرير محافظة الحديدة التي ترتكب الامليشيات الحوثية بحقها أبشع الجرائم تحت غضاء اتفاق السويد نحن أبناء أعيان ووجهاء وأبقاء المشاكل من أضماء البدو أحمدلي وحقوقيين بمديرية الدوريهمي خرجنا اليوم رفضاً لاتفاقية السوكولم كل حاجة استحلوها وخرجوا هنا برع الحوثة واسبحنا محتانين إلى تعز إلى كل محل والآن نتقارب الممم المتحدة ووقفتها لإقتداء على المواطنين نتقارب النساء تحرير البلاد هؤلاء الأطفال والنساء عبروا عن اشتهاقهم للعودة إلى مدينتهم مؤكدين عدم جدوى الاتفاق الذي استغلته المليشيات الإرهابية لإجبار المواطنين النزوح هارباً من جحيمها الدرائمي بلد الحبيب ومسقط راسي كم أنا أشتاق إليه وإلى كل شبر وإلى أرضه الجميلة وأرضه الطيبة التي أصبحت اليوم جبة جبة المعارف المتأمرين عليها قتلوا أبنائنا وأهلكوا مزارحنا وشردونا وأهلكوا مدارسنا نريد أن نرقى إلى الدرائمي نحن مشردين الله يحرق بحواتي المحتجون من مختلف مناطق الدريهمي رفعوا شعارات منددة بجرائم المليشيات الحوثية والصمت الأممي تجاه انتهاكاتها كما رفعوا صوراً للضحايا الأبرياء الذين سقطوا بنيران مليشيات الكهنوت منذ توقيع اتفاق ستوكولم جزلانا من بلادنا العواتاء الله ينتقمون العواتاء وعد بد واحد نشتين نرقى بلادنا والنسكة من تطايف هنا حماو وحركونا بلادنا الوقفة التي شهدتها النخرجة جاءت في ظل موجة احتجاجات واسعة تشهدها مناطق الساحل الغربي المحررة في رفض شعبي للاتفاق الذي تسبب بالمزيد من المعاناة لسكان الحديدة الذين أصبحوا بين مطرقة الحوثي وسندان الأمم المتحدة نشتين نرقى بلادنا نرقى بلادنا